يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم يا رب جعل نهارنا أبيض وسهل لعبيدك يا رب وارزقنا الخير وبعد عنا كل شر قادر يا كريم في ناس بتحب تبدأ يومها بالدعوتين الحلوين دول يعني من باب التفاقل عشان ربنا يكرمها بقيت اليوم تقريبا أول كم دقيقة بعد ما بنصحى من النوم هما اللي بيحددوا الشكل بقيت اليوم عامل ازاي يا إما بيطلع يوم زي الفل ونعدي فيه بحاجات حلوة يا إما ولي عيازه بالله اليوم بيتقفل كده من أوله وده على حسب بقى البشر أو المواقف اللي بنقابلها في كام دي ايه أدول يعني مثلا وانت نازل من باب البيت لقيت قطة سودا مستنياك عالسلم فتقفل من اليوم أو إنك تسحى على تليفون مزعج وحد جايب لك أخبار ميش ورابد يا ده يا دقي لو كان اللي بيتصل بيك ده واحد أنت أصلا بتتشائم منه لله في لله ويا سلام بقى لو نفس الشخص ده هو أول واحد عينك جات في عينه وانت داخل الشغل الصبح لا داخل الصغل الصبح لبيك والعليك ومن مبدأ التفاقل يعني والتشائم قادر أقول لكم إن الحاجات اللي فاتت دي كلها مؤشر ليوم مش حلو خالص هتعيش وانت عمال تقول يا رب عدي اليوم ده يا رب عدي اليوم وفي شخص هو وشه بيبقى خشب كده عالصبح بتلاقيه رسم 14 خط على جبينه ومديها التكشير التمام ويخشن في صوته هو بيرمي عليك الصباح بتاع ربنا وده بيقولش صباح الخير أو صباح الفل زينا كده عادي لا ده بقول صباح غير أيوا هو كده وزا كان عدمك ما هو أنت لو فكرت تتكلمه وتقوله يا عم فرت وشك هيرد عليك ويقولك إيه جري عم تعايز نرقص لك ولا هعمل لك أرجوز يعني لسه صحي من نوم مش هفق قدام ده بقى حيقفلك اليوم وحيقفلك اليوم أكتر وأكتر ده فورا تحطه على جنب وتبعد عنه خالص وياريت كمان لو تقطع علاقة تكبير الله يا اه فيه ناس كده فعلا على عكس تماما بيبقى فيه ناس استبحتها كده زي العسل بمجرد ما بتقابلها على الصبح تديك طاقة إيجابية لبقيت اليوم يعني يا سلام كده لو صحيت على صوت مراتك وهي بتقولك السباح الخير يا حبيبي يلا قوم عشان تروح الشراب ومفيش مانع من بوسة حلوة على خدك ده مش عايز أقولك يا جماعة كل السادة المصورين اللي هنا اللي عمل كده واللي عمل كده واللي والمخرج بيوليدة زي القطة السودة بالصوت يعني أنا بقول مجازا يعني ده لو حصل دي اللي جاية دي بجد بقى اللي باختك بقى لو استبعتلك دعوتين حلوين من الحاجة وهي واقفة كده في المطبخ بتحضلك الفطار ربنا يا ابني يجعل يومك أبيض ويرضيك مطرح ما تحط رجليك كده انت بقى بس ما تنساش تجيبلينا الحاجات اللي قلتلك عليها من السوبر ماركت هي لازم برضو لأم بس على قلبنا زي العصر لا يرحمون انت خلاص كده خدت التأشيرة بعد الدعوتين للحلوين دول وتتوكل على الله ويومك يبقى زي الفل انا مش هقولك بقى لكن مية السعادة اللي ممكن تحصل لك لو قمت من النوم على صوت عصفورة او يا ماما حلوة كده وزغنونة واقفة عشبك قضية نومك وبتلقط اي حاجة ويا بتزقزق كأنها بترمي عليك السلام انا شخصيا بحب اصطبح انا قاسة بتحكوا علي لسه قلت حاجة بصوت الكلاب طب الله العظيم بحب انام على هوهوت الكلاب انا كده وقعية والله الكلب كده اول ما بسمعه بيهوها والصبح انا قايمة من نوم يا سلام يا سلام ولو المواقف هي اللي بتحدد يومنا عامل ازاي ففي ناس تانية هي اللي بتخلق حالة التفاؤل دي ومتستسلمش ابدا لان طاقة سلبية عالصبح لا اي ناس الناس دي بقى بتلاقيها متعودة تقوم من نوم بتلعب شوية رياضة بعدين تاخدوش وتسبع مزيكة ويبتشرب الشاي او النسكة فيه بيكونوا دايما حريسين على انهم يلبسوا الشيك قوي حطوا ببرفان ريحته حلوة قوي لان ده بيخلي مزاكم احسن في غيرهم متعود بعد ما يصلي الصبح يقعد يقرأ القرآن ويكونوا حريس جدا على الادعية طبعا ما ينفعش ننسى الشخص اللي ما بتفرقش معه بقى اي حاجة من دي خالص لان ده هو متفائل ولا هو متشائم متعود كده اول ما ينزل من ع السرير يحط رجله على الارض على الحمام عدل وبعدين على القوضة يلبس وينزل على الشغل بيعمل نفس الحاجات دي كل يوم زي القالة الواحد المفروض لما يقوم من السرير نزل رجله في الارض يحمد ربنا على انه قايم وحلوة هو وقايم على رجله يومك بيبان من اوله يا اما بالمواقف او بالتقوس اللي انت بتعملها او حتى الناس اللي بتقابلها وفي الاخر طبعا كله بتاع ربنا سبحانه وتعالى انت وهي وهم وهنا وكل مشاهدين اللي قاعدين قدامنا على الشاشة دلوقتي ايه اول حاجة بتعملها اول ما تسحم النوم ده سؤال حلقتنا النهاردة يلا ابعتونا الاجابات على صفحة البرنامج على الفيسبوك اللي حتظهر قدامكم دلوقتي على الشاشة بس والنبي وحب باكو وحب ممكو بلاش القلش يعني مثلا ما حدش يقولي بقومي الصفحة حصلوا ايه شي بانزل من ع السرير ماشي اوكي خلينا كده ايه حلوين مع بعدينا وبلاش القلش عشان ما اضطرس اقلس عليكم تبين